موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تونسنا قال الأربعاء رئيس الحكومة المؤقت علي العريض أنه من غير الممكن الإقرار بأن يومين يفصلان الحكومة عن الرحيل موضحا في هذا السياق أن الحكومة لم تأتي برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها وعبر على العريض خلال افتتاح منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع بالحمامات الجنوبية على تشجيعه للحوار والعمل على إنجاحه متعهدا بالالتزام بما يتوصل إليه التوافق في الحوار الوطني معبرا عن أسفه لتعطل هذا الحوار كما علق علي العريض على الانتقادات الموجهة لمشروع ميزانية الدولة لسنة القادمة قائلا إن مشروع الميزانية يكرس العدلة الاجتماعية ويفتح أبواب الاستثمار وأكد رئيس الحكومة المؤقتة أن الميزانية خضعت لدراسة من أجل دعم الطبقة الفقيرة ومساعدة الطبقة الوسطى حسب تعبيره وردا على تصريحات رئيس الحكومة علي العريض فيما يتعلق بأن الحكومة لم تأتي برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها قال رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي في حوار له في برنامج ستوديو شمس فام قال إن الحكومة لم تأتي بالمعارضة وإن المعارضة موجودة وتعلم كيف تتصرف مضيفا أن المعارضة تتصرف بمسؤولية وعندما تدخل في حوار لا تعمل على تعطيله على حد تعبيره كما أقرر رئيس حركة نداء تونس أن الحوار الوطني تعطل بفعل فعل موضحا أن بعض الأطراف قبلت المشاركة في الحوار على مضض وعلى نية أنه لن ينجح ولاحظ الباجي قايد السبسي أن إشكال تعطل الحوار لا يكمن في مرشح رئاسة الحكومة بل في طريقة التعامل خاصة وأن قواعد الحوار ليست موجودة مجددا موقفه من الحوار الوطني الذي يعتبره الحل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع المتردي الذي تسببت فيها السلطة على حد قوله أكد اتلاف سيادة الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي الأربعاء تمسكه بالتعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس مرجحا إمكانية تجاهل قرار إلغاء أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية مجلس هيئة الانتخابات الصادر عن المحكمة الإدارية رسل المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء وزارة الداخلية لاستدعاء وزيرها لطفي بن جدو للحضور غدا الخميس أمام لجنة الحقوق والحريات لمسألته عما يتداول بخصوص وجود ممارسات تعذيب بمراكز الإقافة كما أمضى ما يقارب التسعين نائبا على عريضة لمطالبة رئيس المجلس التأسيسي مصفى بن جعفر بالدعوة لعقد جلسة عامة حول هذا الموضوع ندد عدد من المحامين الأربعاء خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام قصر العدالة بالاعتداءات المتكررة عليهم وبخرق الإجراءات المتعلقة بحصانة الدفاع وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد المسئوليات وتتبع كل من تثبت مسئوليته عن هذه الاعتداءات أكد المحامون أن إضرابهم جاء على خلفية عدم احترام القانون في خصوص احتجاز محامي دون القيام بالإجراءات اللازمة الحقيقة أسبب كثيرة ولعل السبب للقطرة التي أفادت الكأس هو الأسبوع الماضي عندما تعمد البعض من الضابطة العدلية احتجاز محامي لمدة أربعة أيام دون احترام الإجراءات القانونية ودون احترام المهنته دون احترام للقواعد والإجراءات التي يضبطها القانون وهذا اللي صار شاركت فيه النيابة العمومية باعتبار أنه النيابة العمومية عندها من يمثلها في حصص الاستمرار ولكن بعد أن تفجر الموضوع تبرأت النيابة العمومية وتنصلت وقالت أن أعوان الضابطة لم يعلموها بهذا الإيقاف والحال أنه هذا أدهى وأمر لأنه حرية الناس وحرية المواطنة بصفة عامة أول ما مسؤول عليها هي النيابة العمومية أن يقع احتجاز زمينة بتلك الطريقة في مخالفة صارح القانون بحجة أن بعد ثورة الناس سواسية من القانون الناس سواسية أمام تطبيق القانون أما الإجراءات فهي تستثنى أشياء للناس اللي عندها حصانة الناس اللي عندها كذا ثم إجراءات قانونية بلد منتباه القانون لم يعطي حصانة مطلقة لأي شخص ولكن أعطاه إجراءات بالنسبة لبعض القطاعات أعلن رئيس النقابة الوطنية لمستشارية المصالح العمومية ميلاد عشور أن الإضراب الأول في تاريخ هذه النقابة الذي ينفذ الأربعاء يأتي في إطار الدفاع عن المصالح المهنية للسلك والمتمثل خصوصا في توفيد ضمانات قانونية لهو مضيفا أن من بين أسباب هذا الإضراب هو إقصاء سلك مستشاري المصالح العمومية من جميع الإصلاحات الهيكلية والمهنية التي منحت لنظرائه من الأسلاك الأخرى تم تجاهل جميع المقترحات المقدمة من قبل النقابة سواء على مستوى الإصلاحات العامة المتعلقة بالإدارة العمومية وبالمدرسة الوطنية الإدارة أو حتى على مستوى الإصلاحات المتعلقة بالسلك والتي تتمثل أساسا في إدراج السلك في مصار إصلاحي للإدارة التونسية من ضمانات قانونية ومن ضمانات مهنية لتمكين الإطارات العلية للبلاد التي أمنت في عديد المرات وفي كل مرة أحتاجتهم البلاد لقاتهم لتأمين استمرارية الدولة واستمرارية المرافق العمومية في أحلك اللحظات أنا مستشارة مسالة عمومية 12 سنة خبرة في ملفات دقيقة جدا في ولاية تونس يجيوا لأسباب إنهاء مهام في وقت استثنائي ما هيش وقت حتى أنت حارقة بدون تعليل بدون يعني علش حتى حتى ما يجيوبك أعلى الرئيس الرابطة التونسية للعمال حسن الكنزالي الأربعاء عن تأسيس الرابطة التونسية للعمال رسميا هدفه الأساسي حماية الشأن النقابي وقضايا العمال وليس لها أي هدف ضد المنظمات النقابية الأخرى كما أكد الأمين العام للرابطة توفيق التواتي أن الإضافة التي ستقدمها المنظمة النقابية الجديدة هي التركيز على ضم القطاعات الكبرى وتوحيد عديد النقابات المستقلة تم الأعلن رسميا عن تأسيس الرابطة التونسية للعمال هذا ما أكده رئيس الرابطة التونسية للعمال حسن الكنزالي خلال ندوة صحفية الأربعاء اليوم أعملنا ندوة صحفية للإعلان عن أنبعاث منظمة أو مولود جديد منظمة نقابية اسمها الرابطة التونسية للعمال أهدافها واضحة هو الدفاع على كافة العمال بجميع أصنافهم بما في ذلك المتقاعدين وأصحاب المهن الصغرى الأمين العام للرابطة التونسية للعمال توفيق تواتي أقر أن الرابطة ستقدم إضافة في المشهد النقابي للبلاد من خلال ضم القطاعات الكبرى وتوحيد النقابات المستقلة هذو 75% اللي قلنا مش مخرطين مش بش نمش لهم مش بش نمش ل 25% اللي عند النقابات مش بش نسعب بش نفكه حتى نقابي لأنه احنا نحب نكمله ومش نهدمه احنا النقابات اللي موجودة نحب ندعمها مش نهدمها مؤسس الرابطة التونسية للعمال أقر أن التعددية الحزبية لا تكفي الاكتمال المشهد السياسي في البلاد دون أن تجتمل الجانب النقابي وهو ما يفترض وضع حدا لسياسة الحزب الواحد والمنظمة النقابية الواحدة ردا على التدونية التي كتبها عضو المجلس الوطن التأسيسي عن حركة النهضة نوف الغريبي الثلاثاء على صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتي طالب فيها بتصنيف منظمة الاتحاد العامة تونسي للشغل كمنظمة إرهابية على خلفية الإضراب الذي نفذه الديوان الوطني لأعوان الطيران المدني والطائرات اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العامة تونسي للشغل سامير الشفي الأربعاء أن الاتحاد هو أكبر بكثير من الرد على بعض مواقف الغرباء عن الحياة السياسية والغرباء عن الواقع مؤكدا أن الاتحاد منظمة عريقة لها أسسها وهياكلها وتاريخها وشدد الشفي على أن تصنيف الاتحاد العامة تونسي للشغل كمنظمة إنهابية يبعث إلى السخرية مطالبا الغريبي بضرورة البحث عن القوى والعناصر الإرهابية الأصلية والأساسية المتوخلة في البلاد وعدم التستر عليهم باعتبارها أصبحت محل زعزعة للبلاد والمواطنين حسب تعبيره تمكن أعوان الديوانة التونسية فجر الأربعاء من حجز خمسين بطلة عسكرية بحوزة مواطن تونسي قادم من ليبيا خلال نقطة تفتيش بمعبر رسجدير الحدودي من ولاية مدنينة وقد أحكم هذا الشخص إخفاء زي العسكري داخل سيارته غير أن الأعوان تفطنوا إليه أثناء عملية التفتيش ليتم حج السيارة وإحالة هذا الأخير على المصالح الأمنية لمزيد التحريه بعد أن سجلت ولاية جندوبا نزول كميات كبيرة من الأمطار تم الأربعاء إجلاء سبعة عائلات من منطقة سيد حكيم وإلحاقهم بمركز الإيواء وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية المقدم منير وأشار المدير الجهوي لأن الحالة العامة التي تشهدها جهة جندوبا غير مخيفة مشددا على مراقبتهم المستمرة لارتفاع منسوب المياه داخل الأودية في الملف السوري اعتبر رئيس حكومة الإتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد طعم أن حكومته جاءت لتدشين عهد الجمهورية السورية الجديدة مناشدا الشعب السوري دعم حكومته في مهمتها وتحهدت الحكومة السورية التابعة للإتلاف الوطني على لسان رئيسها طعم بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين داخل سوريا مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تتمكن من أن تنشط في كل المناطق الخارجة عن سيطرة قوة النظام ويشار إلى أن عمل حكومة طعم لن يطال الأراضي السورية كافة حتى تلك التي تعتبر خارج عن سلطة النظام أين تشارك الجماعات المتطرفة الجيش الحر في العديد من هذه المناطق ميدانيان قال ناشطون في المعارضة السورية الأربعة أن الجيش السوري الحر يحاول صد تقدم القوات الحكومية المدعومة بعناصر إيرانية ولبنانية على عدة محاور من محافظة حلب شمالي البلاد أكد المركز الإعلامي السوري أن المعارك تتركز على ثلاث جبهات في ريف حلب وسط قصف مدفاعي من قبل القوات الحكومية في وقت يشهد محيط الجامع الأموي وسط المدينة قتالا عنيفا أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء قرارا يقضي برفع حالة الطوارئ وحذر التجول المتبقين منذ ثلاثة أشهر قبل موعد انتهائهما في الرابع عشر من نوفمبر الجاري وقالت الحكومة المصرية في بيان لها إنها ستحترم الحكم إلا أنها ستنتظر بلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في تنفيذه في حين رحبت واشنطن بهذا القرار القضائي داعيتنا الحكومة المصرية إلى احترام حقوق كل المصريين وكان الرئيس المصري المؤقت عدل منصور قد أعلن حالة الطوارئ في الرابع عشرة من أوت بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام قوات الأمن بتفريق اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسيم ويشار إلى أن قرار رفع حالة الطوارئ قد يجبر مبارك الذي يحاكم بتهمة ظلوعه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011 على العودة إلى السجن بعد أن سمحت حالة الطوارئ للسلطات بوضعه تحت الإقامة الجبرية في المستشفى بعد انتهاء فترة توقيفه في سبتمبر في العراق قتل أكثر من عشرة أشخاص بينهم حجاج قضوا في ثلاث هجمات استهدفت زوارا كانوا يحيون ذكرى مقتل الإمام الحسين شمالية العاصمة بغداد وفادت مصادر أمنية وطبية أن قنابل استهدفت طوافا للحجاج قرب مدينة بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة عشرة أخرين بجروحة وفي شرقية الكريت لقيا ستة أشخاص مسرعهم في انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش حسب مصدر أمنية وتأتي هذه الهجمات قبل أيام من الاحتفالات الدينية لإحياء ذكرى مقتل الحسين ثانية إمة الشيعة وفي وقت يشهد فيه العراق تصعدا في حدة أعمال العنف الطائفية قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلغاء مشروع كانت قد أعلنته في وقت سابق وزارة الإسكان بشأن بناء عشرين ألف وحدة استطانية في الضفة الغربية وبرر نتنياهو قرره بعدم رغبة بلاده في الدخول بمواجهة غير ضرورية مع المجتمع الدولي في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى إقناع الدول الكبرى بالتوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي من وزير إسكانه المنتمي إلى حزب البيت اليهودية القومي المدافع عن الاستطان في الأراضي الفلسطينية إلى إعادة النظر في كل الإجراءات المتصلة بالتخطيط للمشروع فيما تشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء عن استقالة فريق المفاوضين الفلسطينيين برئاسة صائب عريقات احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في مباحثات السلام مع إسرائيل وقال عباس لقناة سي بي سي المصرية أن السلطة أمام خيارين إما إقناع الوفد بالعدول عن قرار الاستقالة أو تشكيل وفد جديد ملمحا أن هذه الخطوة لن تعرق للمفاوضات وجه البيت الأبيض تحذيرا إلى نواب الكونغرس الأمريكي أكد خلاله أن تصويت البرلمانيين على مشروع عقوبات جديدة ضد إيران قد يقوض كل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول بشأن البرنامج النووي الإيراني وقد يؤدي لنشوب حرب وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن الأمريكيين يفضلون حلا سلميا لمنع طهران من حيازة السلاح النووي مؤكدا أن البديل عن ذلك سيكون الخيارة العسكرية وفي ذات السياق قالت متحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء إنه يعتقد أنه سيكون خطأا من الكونغرس أن يفرض عقوبات إضافية على إيران الآن في حين تجري مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووية وضافت المتحدثة جين ساكي أن كيري الذي سيتحدث عن إيران في جلسة مغلقة للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأربعة يريد وقفا مؤقتا في فرض عقوبات إضافية على طهران من المشرعين الأمريكيين للسماح للدبلوماسيين من الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى بالتفاوض مع إيران بشأن المسألة النووية أكدت السلطات الفلبينية أن أعداد ضحايا أعصار هايان الذي اشتاح البلاد تتراوح مبين 2000 و 2500 شخص نافية بذلك الحصيلة السابقة التي تحدثت عن سقوط نحو عشرة ألف شخص هذا وقد حاولت السلطات الفلبينية احتواء غضب السكان المتضررين جراء بطء جهود الإغاثة بعد الدمار الهائل الذي خلفه هايان في حين دفعت صعوبة الأوضاع الإنسانية في الفلبين الأمم المتحدة إلى دعوة المجتمع الدولي لجمع 225 مليون يورو لمساعدة هذا البلد في أزمته الحالية بهذا الخبر مشاهدين نسلوا إلى ختام نشرتنا نلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة ترجمة نانسي قنقر